لو كنت احترفت في فريق أوروبي كبير كان حياتك اتغيرت كان إيه لها يتغير في حياتك كان ممكن ما أرجعش مصر لأ تغيير كان نفسك فيه لا لا خالص خالص لا بالعكس بس كان الظروف هتحكم علي بكده لأن أنت يعني أنا احترفت في نادي صغير ما كانش فيه الدافع قوي أن أنا أكمل في البرتغال بقى أعيش في البرتغال وربي أولادي في البرتغال وإن كان بنتي هي سبب إذا أنت رجعت عندك 33 سنة يعني ما ما رجعتش يعني ما كانش فيه فرصة تكمل أكتر من كده لا لا هناك المسألة مش بالسن خالص مسألة بالعطاء وحياة الاحتراف حياة صعبة جدا جدا مسهلة خالص لأنك لو غفلتي لحظة تلاقي مكانك التاخد كان عشان كده ما كسبتش بطولات لا هناك ما كسبتش بطولات لأن الفرقة مش كبيرة الفرقة أنت عارفة التارجت في أوروبا كل واحد له تارجت فيه دول متقدمة جدا لكن لما تعد يتكلمي معاها تلاقي ما مش فاهمك لأنك بتتكلمي معاها في حاجة هو مش فاهمها نادي برامار التارجت تعقول أنه يبقى في الدور الممتاز وده التارجت اللي أنا حققته كإني حصلت على بطول الدور من الأندية المتوسطة من الأندية المتوسطة المستوى والإمكانيات المشقوية ضعيفة بالرغم أن أنا كنت بأخد راتب أعلى راتب في النادي بعد كس العالم بعد الجن بتاعي كان كام؟ كان 10,000 دولار أنا كنت هنا وقتها طبعا كان وقتها؟ إحنا تحايلنا على كابتن صالح سليم كنت مليونير يا كابتن بصي بصي عشان بس أعملك الكمبير إحنا تحايلنا على كابتن صالح سليم سنتين إنه زود لنا المرتب اللي إحنا بناخده في النادي القلي من 225 إلى 250 يعني زود 25 جنيه في الشهر؟ في الشهر عادنا سنتين بس كانت هي مكافأة فوز عادنا سنتين نتفاوض أنا أنا اللي كنت بأخده هناك كان تقريبا بأخده هنا في السنة عشان كده كتطلع من قلبك قوي ما كنتش رجعت مصر لا أنا طبعا الحمد لله أنا بصي أنا قدري جدا جدا يعني أنا أعرف إن الأرزاء بييد ربنا مهما عملنا ربنا رزقي موجود وفي نفس الوقت ما فيش شك إن هناك الحمد لله عملت اسم كبير جدا لحد النهاردة لما تروحي تتكلمي على مصري يقولولك عبدالغني كان هناك أبدال يقولولي أبدال عملت اسمه وفلوس عملت بفضل الله لاتنين الحمد لله لاتنين الحمد لله لو كنت بقى احترفت في فريق أوروبي كبير لو كنت احترفت لا في نادي كبير يعني أنا كان نفسي إن أنا ألعب في نادي كبير لأن أنا لعيب كبير أنا لعيب خارج من هنا لعب منتقى بمصر زي رابح ماجر مثلا بالزبط أنا مش أهلم أنا دي خدي بالك وأنا بفكر إن احترف الناس في مصر ما كنتش فهم يعني احترف وأنا راح أختبر ما حدش كان فهم أنا راح أختبر يعني أنا راح أختبر زي زي الشبل الصغير رايح المدرب يشوفه وأنا كنت لعب منتقى بمصر ساعتها وكنت لعب أولمبياد وكنت واخد بطولة أفريقيا واخد المديليا الزهبية الأول أفريكان جيمز كنت حصل على بطولاته وكنت لعيب أساسي في النادل آلي رايح أختبر زي زي الشبل الصغير اللي رايح يوري نفسه وقبلت التحدي طب لك يا أنت تخيالي وأنا رايح أختبر نزلت من المطار ما ليتش حد مستقبلني خلينا نقول مصر كلها دلوقتي بتتفرج على محمد صلاح ومحمد النني تفتكر المقارنة بينهم وبين المحترفين من جيلك يعني دلوقتي باب يستقبله محمد صلاح لا أبدا أنا بقولك ما حدش يستقبلني ده ده الكاميرات والمواقع والساتيلايت أيام أنا لكان فيه ساتيلايت ولا كان فيه مواقع ولا كان فيه انترنت حتى ولا الدموع يعني كان ممكن وقتها الناس يشككوا حتى أن حضرتك أصلا في البرتغال أنا محدش كان فاهم أنا بعمل إيه في البرتغال والله زي ما بحكي لك محدش كان فاهم أنا بعمل إيه في البرتغال ما كانت الأخبار شحيحة جدا والتليفونات والتليفونات أنا مرة دفعت رقم مهول من كتر ما بتكلم في التليفون الأرضي يعني من أول ما وصلت البرتغال وإنت بتكلم على الفلوس لا بتكلم بتكلم على المجهود على المشقة على التعب على المشوار اللي أنا عملته فبقولك ما فيش حاجة جاتلي بالسهل يعني فيش حاجة جاتلي بالسهل بالسهل إطلاقاً المشوار طويل ولو حكيتلك منه محتاج حلقتين يعني